السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد خاص بالأعمال اليدوية سوف نحاول أنني نشارك معكم واحد الأباجورة باش نلبي الطالب ديال واحد المتتبعة اللي تلبت أنني نصيب واحد الأباجورة شايفتها في لطيل فين كنت مقيمة اليوم قلت نشارك معكم هاد الأباجورة لمالا واللي عندو شي طالب او اللي بغي شي حاجة نصيبها مع بعضياتنا اخليها لي في صندوق عفوا في التعليقات ودبن بي الأشياء اللي غنحتاجوا غنحتاجوا هاد السطل ديال بلاستيك او لا اي اينة عندكم تبلاستيك أنا غنستعمل هاد الحديد القتائن دي موجودة ممكن تعودوها بهاد الغيطاء ديال القارورات وتديرو في واحد تقم الوسط وتقم الجانب غنحتاجوا هاد القريعة هادو ديال الياغورت السائر وهاد أكسسوارات ديال السائر غدي تشوفوني من بعد شنو غدي ندير بهم وكان واحد القترح تاني لابغيتوا تاخدو هاد الرولو هادو وديروه كقاعدة وديرو في ديال الحلقات السائر غيجي شكل ديالو زوين انا ما كانيش عندي كتارين غنصيب شكل اخر مهم انا كاعطيتكم غي واحد القترح وخليكم معايا باش تشوفوا الطريقة اول حاجة انا هنا كيف قلت لكم عندي هاد الحديدة هادي هي اللي غدي نستعمل كقاعدة بالنسبة انتم لكم الى ما كانش عندكم هاد الحديدة اللي عندي في الاسفل غتتاخدو غيجي غيطة اي غيطة ديال القارورة ديال المربة وغتديرو فيه واحد تقب من الواسط وتقب صغير من الجانب باش غتتجبدو منه في الخيط من الجانب ومن بعد غادي تتبتو فوق هاد القريعة ديالياغورت و الحلقة السائر يعني نفس الطريقة اللي غنتبت بها انا يفوق هاد القطعة ديال الحديد اللي عندي هي نفس هاد طريقة انتم غتتبتوها على الغيطة ديال المربة اللي وريتكم في الاول يكون عالي شي شوية مع الجنب او لا اي غيطة الكارطونة ديال الجبل المثلت اللي كتكون دائرية وعالية حتى ينديرو فيه واحد تقب من الواسط وتقب من الجانب مهم كي كتشوفو خدي تياغورت السائل حيت له ديالغيطة من الاعلى بالمقص ديبا غدي ناخد هاد الاكسسوار هاد السائر وغادي نتبتوه هو الاول كي كتشوفو به هاد طريقة هادي كيف قلت لكم انتم ايلا كنتو غتتستعملوا غيطة المربة غادي نتبتو عليه به هاد شكل هادا غادي ناخدو مصدس الشمح او لا اللي ساق وغادي نروح الكيميالة بأس بها باش نضمنو ان هاد الاكسسوار او هاد الحلقة السائر غادي تلسقنا فوق هاد الحديدة هادي اللي عندي بها الطريقة انا هاد الحديدة هي اللي غادي نستعملها كقاعدة انتم ممكن تستعملوا اي شيء مشابه عندكم وكيف قلت لكم إلا ما كانش قاعد غادي تستعملوا غيطة المربة بعد غادي ناخد هاداك القارورة ديالياغورت السائل وغادي نقطعها بعد ما قطعتها من الاعلى غادي ندير في واحد الكيميالة المسدس الشمح وغادي نتبتها في وسط هاد الحلقة السائل بهذا الشكل هادا ونضغطوا عليها مزيان خليوا حتى تشد راسها وصاف هاد هي قاعدة راسا سهلة بسيطة وما كاتبانش نهائيا اننا نصيبناها بهذا العلبة هادا ديال هاد ياغورت السائل اللي غادي نرميهم دبا غادي ناخد هاد الغيطاء ديال السائل حتى هو كنديروه في معجنب ديال السائل هندير فيه واحد الكيميال اللي ساق وغادي نتبتها من الاعلى انا خدمت بهاد الاشياء اللي موجودة عندي انتم ممكن تعودوها باشياء اخرى ان كانت متوفرة عنكم سافين بعد ما نصقتها بهذا الطريقة غادي ناخد واحد الاكسيسورت السائل ثاني دائري بهذا الشكل وغادي نخشيه في الواسط بهذا الطريقة بالنسبة لهاد الاكسيسورت راكيكم فيهم واحد العمود من مع الجانب راكي نقطعوا يعني را نوريتكم شكل ديالو في الاول كيف كيكونوا صافي هكما نكون شكلنا الاساس ديال هاد المصباح دبا غادي ندوز باش عفوا انا هناك خصني نتبت هاد الخيط تعاد نتبت مهمة فيها بس من بعد دبا نتبتهم كنا ناخدو الخيط كيتباعا دروغري بهاد الشكل هادا وغادي نخشيه في الواسط كيكون عندو ديك القاعدة وغادي ناخد هاد الحديدة وغادي كيكون فيها واحد تقب غادي نديرها من الواسط ونخرجها من الجانب يعني انتم ما اليكو تغديروا غطاء ديال للمربا او لجب المثلث غادي نديروا في واحد تقب من الواسط مني نجبدو الخيط وتقب من الجانب هاد الشكل كيكا تشوفو سفيك نجبدو داك الخيط اللي عندنا ديالتو او لالبريز بهاد طريقة انا هنا كيكا تشوفو هادا هاد العلبة الياغور جرتني شي شوية خفيفة كتبقى تطح بحديتها غادي نتقلها ممكن تاخدو غي الحجر العادي انا كنو عندي هاد الحجرات ززاج غادي نديرهم في الواسط انتو ما تاخدو غير الحجر عادي اللي كان في الزنقة ولا اي حاجة تقلو بها او تديروها في الواسط هكا غير باش من بعد هاداك القاعدة ديال هاد الاباجورة ما تبقى شكا تطح لانها خفيفة كنديرو في واحد شوية ديالتقل باش كتشدها هكا راسها وصافي بهاد طريقة او من بعد صافي هاد الغيطاء كندير في حتوى مسدس شمع او كانت ترجع انتبتو لسقهم باش ندوز باش نشكل معاكم داك الغيطاء ديال اباجورة غادي ناخدو هاد السطل هادا ديال بلاستيك او لا اي طاسة عندكم ديال بلاستيك او لا شي مهمتو ما غتشوفو عينكم ميزانكم الشيء اللي غيسلحلكم انا هتتركيكم في السباقة كان عندي غادي ناخدو غادي ننقطعو به هاد الشكل هادا غنزولو داك الرأس ديالو غناخدو غير سكين كنقطعو به ركيق ديالغارد بعد ديالا بغيتو تفيني وهكا تاخدو ميقص و تقول تحيدو الزوائد بها الطريقة انا عنا اخد الميقص هو اللي غنكمل به الخدمة صافين بعد ما حيدنالو هاد الغيطاء هادا غادي ندوزو كدالي القاعدة اللي كان في الاسفل حتى هي غادي نحيدوها غير بالسكين غين اعطاولو شي شوية الخاطر انا غنقطع بالميقص والسكين مهمتو ما خدموه بالحاجة اللي كترتاحو فيها انا كنمريكم غير المبدئ انتما يعني كيف كان قول دي ما ابديعو كما شئتم انا كنعطيكم غير الاساس انتما ممكن تديرو اشياء كما انكم ممكن تحدفو اشياء سافي غادي نستمر بها الطريقة باش ما يجيش الفيديو طويل و غادي نقطع القاعدة اللي كان في الاسفل كاملة تنحصل على واحد شكل دائري يجيش الفيديو بها الشكل هذا كيكس اضغطي الورق اللاسق سيكون احسن واجمل ويكون اسهل لا تحتاج لسقل والوال و تزولوا الورق و تلسقوه سوف نستمر بهذه الطريقة نحاول ان نلسقوه جوانب كاملين و نضغطي الوال حتى نكمله كامل و نخشي الجوانب و نضغطي الوال و نضغطي الوال طريقة سهلة بعد ما اكملته و بالنسبة للجوانب نضغطي الوال و نضغطي الوال في هذه المرحلة نريد ان اخذ الوال من اعلى من الاسفل و ان تكون اختياري و سوف نكتفي بغير هذا نأخذ قطعة الكارتون و نعبرها على هذا الشكل حجم السطل و نضغط في الخضار بها طريقة نقطع الدقيرة نضغط فيها ثقب ثقب في الواسط فحجم أو ثقته في في وصحت السطل أو الغطاء ذوي يعني كثيرة وبه지도 اللعques ل patron يبقى ثابت سوف ندخل من الداخل و نضغر كل الجوانب بمسدس الشامع لأنه من بعد هما يشدون لنا وهذه الكرتونة بالدور هي التي ستشدك الغطاء الأباجورة سوف يكون هذا الشكل سهل تقنية و يتقيم رخيص يعني نصيبه 0 سنتيم الأشياء كلها متوفرة في البيت سوف ندخل و ندخل نشوف حتى يشد راسه و سوف يكون الغطاء و سوف ندخل الأساس الأباجورة و سوف تبتفق الأباجورة من الأعلى و سوف ندخل المصباح وهذه الأباجورة هذا هو الشكل النهائي و سوف تأتي بشكل جيد و راقية في نفس الوقت غير عندي ملاحظة إذا كان لديكم سطل القاعدة تكون أعلى سوف يأتي المنظر أحسن و سوف ندخل أعطيتكم الفكرة أنتم ممكن تضيفوا أشياء ممكن تحذفوا أشياء كما أنكم ممكن تفنوا كيفما بغيتوا أعطيتها في هذا الكوان لها الشكل هذا ممكن أنكم تديروا لها قاعدة طويل إذا أريدوا شكلها يجيكم طويل مهم أنا أعطيتكم الفكرة و أنتم تفنوا كما بغيتوا شكلها يجيزوين بعد ذلك القاعدة أصبقتها ببخخ اللون فدي ممكن تستعملوا اللون الذهبي على حسب الشكل اللي بغيتوا بها الطريقة و أنا غا نشألها باش تشوفوا كيكا تجي يعني لكي يجيزوين وسهلة وهذا هو الفيديو دليوم كانت مننا ينال إعجاب ديالكم و كيف كان قول ديما كانت مننا نكون خفيفة ضريفة على قلبكم و نكون فتكم ولو بالقليل واللي باقي مشترك كانت مننا أنه يشترك على القناة و يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد و دعموني بلجيم و بارتاجوه مع الأصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي و اللي عندو شي سؤال و لاستفسار مرحبه بالجامعة خلوه اللي في التعليقات و شكرا إلى فيديو مقبل إن شاء الله